موسيقى هل سمعتم كلمة واحدة في هذا الحوار تلك الأم وابنتها توصلتا بلغة خاصة لغة بلا مفردات أو جمل أو عبارات إنها لغة الصغيرة تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب هنا قرية كوسوكوي إحدى القرى النائية شمال تركيا يعمل سكانها في الجبال الوعرة والبعيد عن القرية فما كان من الأهالي إلا أن طوروا لغة خاصة للتواصل فيما بينهم موسيقى صفرات موزونة تشبه زقزقة العصفير لكل مقطع منها غاية ومعنى موسيقى طورها أهالي كوسوكوي كلغة للتواصل منذ أكثر من أربعمائة عام وصاغوا منها حوارات طويلة ومعقدة من خلال الصفير فقط يطلقون عليها اسم لغة العصفير ويصل صدها لمسافة كيلو متر واحد تقريبا وإذا كانت المسافة أطول يعمل الجيران على تمرير الرسالة حتى تصد إلى صاحبها موسيقى 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 لغة العصفير دخلت خلال السنوات الأخيرة في عالم المسيان والإلمام بها أصبح مقتصرا على الأجداد تقريبا بسبب هجرة شباب القرية واستخدامهم لوسائل التواصل الحديثة لذا تنظم مهرجنات سنوية لتعزيز اللغة وتشجيع الشباب والصغار على تعلمها موسيقى يوجد في العالم نحو سبعة آلاف لغة أكثرها انتشارا لغة المندرين الصينية ويتكلم بها أكثر من مليار ومائتي مليون شخص وتأتي اللغة الإسبانية في المرتبة الثانية ويتكلم بها نحو أربعمائة مليون شخص ثم الإنجليزية التي يتكلم بها أكثر من ثلاثمائة مليون شخص فيما تشير تقديرات اليونسكو إلى أن نحو نصف لغات العالم ستنقرب مع نهاية القرن الحالي من تلك اللغات المهددة بالانقراب لغة سيلبو جوميرو وهي لغة تعتمد على الصفير كما هو الحال في قرية كوسوكي استخدمها سكان جزيرة لغوميرا التابعة لجزر الكناري لتسهيل التواصل عبر وديان الجزيرة العميقة تعتمد لغة سيلبو جوميرو على استبدال كل حرف بصوت صفير ويمكن تمييز الحروف حسب درجة الصفير وما إذا كان متقطعاً أم مستمراً كما أنها تدرس حتى اليوم في مدارس جزر الكناري وسائل التواصل الحديثة شكلت تحدياً كبيراً يهدد لغات الصفير بالاندثار لذا تعمل منظمة اليونسكو على الترويج لها باعتبارها إرثاً ثقافياً عالمياً هل سمعتم بلغات وخرى غريبة؟ شاركونا أرعاكم